العالم كله مهتم بما اسموه في وسائل الإعلام الأجنبية ثاني أهم اكتشاف بعد اكتشاف مقبرة توت عن خامون حيث اكتشاف هذه المدينة الذهبية في مدينة الأقصر التي تحوي ثلث أصار العالم كل وسائل الإعلام اشتغلت على أوسع نطاق سئل إن الأمريكية قالت أكبر مدينة قديمة تم اكتشافها في مصر بيعود تاريخها لتلات تلاف سنة قبل الميلاد ويقالوا إن المدينة دي تاريخها من عهد الملك أمنحته بالتالت اللي حكم مصر من 1991 ل1353 الشبكة نقلت عن وزير الأثار السابق زي حواس لما قال كانت أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية ده الاكتشاف أهو قدامه ده سئل إن نقل هذا الكلام دي المدينة المدينة الذهبية فيها كل حاجة لا سئل إن نقلت فيها خواتم وأواني فخرية ملونة وأواني النقل اللحوم وأدوات الغزل والنسيج وصناعة المعادن والزجاج كلها كما تركها المصريون القدماء طبعا العلماء المصريات قالوا إن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو تاني أهم اكتشاف أتري منذ مقبرة توت عن خأمون وقالوا كمان إن الاكتشاف كان علامة بارزة لفهم المنطقة خصوصا فهم القبر المثير الذي لم يمسوا أحد لكن في الواقع ربما يكون هذا أكثر أهمية وأهم مما لو كان قبر فرعون ولدينا الكثير من المقابر ونعرف الكثير عنها لكن ليس لدينا الكثير من الأدلة حول كيفية عيش وعمل المصريين في مدنهم الصحيفة الجاردن البريطانية قال كمان إن مصر نقلت في الأسبوع الماضي بقايا ممياء محنطة لـ 18 ملك وأربع ملكات عبر القاهرة من متحف المصري إلى المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية في موقب أطلق عليه اسم موقب الفراعينة الذهبي بالعالم مهتم اهتمام كبير جدا بالحضارة المصرية خاصة بعد ما تم نقله خلال الأسبوع الماضي